الزميلة رياض إبايسي ينضم لألنا بالستوديو مساء الخير رياض مساء النور مدير الجمالك بدري ظاهر أطل منذ بعض الوقت عبر شاشة الأل بي سي مكوك ووكلات أجنبية يعني ما عم بيخلي حدا يطلع له أنا أنا موظف عم بيقول منه مسؤوله بخصه عم بيقول له أنت يا بدري كان فيه انفجار بحجم يعني عشوية عصفه يعني ربعة هيوروشيم العصف العصر انه شو انت مدير الجمرو ما كنت عارف شو فيه آه شو فيه آه قف آه آه لحظة بعت لقادل عجلي بقيت تغيل طلعنا وفرجيناكي في انه قادل عجلي رد يا عم هي الله واحد بيعرفها قادل عجلي ما بيردلك لقالك بتروح انت بتقدم له الشكوى وبتابع انت فيه ازا انت مهدم بيعطيه انه كذا كتاب لقادل عجلي وقادل قادل عم بيرد وراددلون واخر شي بعد خلى في القلم انه يبلغن وبيطلع بعده بيطلع بيجذب نفس الكذبة بيجذب نفس الكذبة بيطلع على التليفزيون بيطلع بيقول انه انا مخاقها هذه سوريالية كيف طلع على قال انا مخصني بلغ القاضي بس اه سوري انا شغلت يبلغ القاضي بس القاضي ما شغلته يبلغت شو ها بزقع فوزير رمضان شو عم تحكي انت لا عم بحكي جد لا في شي تخطى العقل صار هلا يعني واحد انه خد تكذب الكزب ماشي الحال بيطلع واحد بفرج بالمستندات وبالتواريخ وبالوقائع كيف انه قضاء العجلي رد عليك وقالك انه مش هو صاحب الاختصاص وانك انت كان مفروض تراجع وزارة الاشغال وانه انت كان مفروض اذا فعلا حريص عليها للباعة مش محجوز عليها من قادل عجلي قادل عجلي ما في كلمة حجز بقرار قادل عجلي ان ما بيطلب من وزارة الاشغال قالوا له السفينة عم تغرق وفيها نترات الامونيا لو سمحت خلينا شو نعمل خلينا نفرغها من محتوى تعمقال فرغوها وحطوها بالاماكن المناسبة لمين لوزارة الاشغال جيت انت بقى قول شي شفيق مرعب خبرته بعد ست شهر فجأة اطلت هوا انا هون شو بدنا نبيعها بعطوله قال لهم يا حبيبي انا كيف بدي بيت بالنزاق يا قاضي عجلي بهذا الموضوع هذا مش من اختصاص قضاء العجلي بملكية البضاعة رجع بعطلهم لوزارة الاشغال عبر محام الدولة يا خي خب مين هو هاد الزلمي صاحب للضاعة مين هن اصحاب هو للضاعة لتركين 2700 طن من تلات الامونيا بقلب المرفع بقلب المرفع ويستقلنين عنهم ما كان حدا يجاوبه بيطلع معه ولا بدري هو عمل شغله بلغ قاضي العجلي يا خي مين علق انه قادر يعني بس قال شو بيقول مين بس بدي فهم مين خبروا انه قاضي العجلي هي جهة الاختصاص لتبلغنا يا خي معهد بحث صناعية يا خي بلغ وزير 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 الوصائل وزير الوصائل وزير الاشغال وزير الاشغال طالما هو اللي دعب حراسته وزير المالية قال هو ما شغلته يتواصل مع الوزارات قوله كم فترة عرضنا كيف انت وزير المالية بعدت له كتاب عم تطلب منه يخالف قانون صادر عن مجلس النواب مشان يتفوت ثلاث سيارات قاطع لهم اثمان سنين قوله للاسف وفق لك يعني خلات لوزيري خالف قانون صادر عن مجلس النواب قانون صادر عن مجلس النواب لا يمكن انك تعمل له استثناء الا بيموجب قانون اخر صادر عن مجلس النواب زخطوا لوزير المالية اه فيك تدقلوا لوزير المالية كرمال التلات سيارات كرمال التلات سيارات بطوا على تمنسكين قال لأ وقال له شو الزرائع عنه لا بدوا يفاق نسمحنا نفوتها بسبب الاحداث التي شاهدوها لبنان منذ يعني باحداث الحراك انه هيك بيعطلب طلب لا اختصاص لا شغلته يطلب منه للوزير المال هيدا الطلب ولا هاي صلاحية وزير المال يعملها بس انه في نيترات امونيا موجودين قال هو بعت لقاضي العجلة وما راح تابع لك يا خي طب اذا انت مهتم بالموضوع بعت لقاضي العجلة ليه ما راح تابعك لو هلا الحلوة الكسبة هاتي عيط الايواز ان ده طويلت اللي عم يخبرنا اياها انه انا ماشي انا شو الجمرك احنا بس من رائب شو بتفوت بطلع بضاعة بتأكد انه ما فيه تهريب ولما قانون الجمرك هايدي مستوضعات عمومية ولا لا هم روحية القانون اخي انت لما انعمل جردة المزار وبين شوفيه عندك بضاقع بالعنبر اتناعش ما انت بهد انه محطوط مفرقعات وبويا ودوليب مع نيترات الامونيا ما خبروك رياض هم احطوط هاي غير انه فيه نيترات امونيا انه هاي الغراض محطوطة مع بعض انه خلطة خلطة كومبلي الرجل الخبراء الاجانب مزهولين مدهوشين انه شو ها مولا مرة كان مفكرة معهم انه فيه واحد يعمل هالخلطة لا يعمل هالكمبلي انه هاك من مواد صناعية اعطيون اعطيون افكار عابب يبعطولي انه كنت بدك تخبر لمين كانوا بدون يبيعوها وما كملت خبرتك لا موجودة ما بش بس هو ما هو لاش هايدي المماطلة كل ايات اللي عملوها يعني اللي عم بيبعطوا كتاب للجهة اللي مش مختصة والجهة اللي مش مختصة تبعت له انه انا ما قلي علاقة لانه محددينه كمان لمين منا نبيعا بمتن القرار انه والله نحنا ما هو هادي للجيش مفروض تكون اذا بدنا هذا انه احنا سألنا الجيش بدك تاخدها قالنا الجيش ما بدي اياها واقترح علينا الجيش انه شو رأيكم اقرح علينا الجيش عم نحكي عايام مين احنا بالكتاب سنة 2016 يعني ايام مين ايام مين انه اقترح علينا الجيش شو رأيكم اتبعوها هلا هيدا واحد شركة المتفجرات شعر شو اسمها كذا 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 بالقانون هو اذا بده يبيعها بموجب مزاد علني علما بانها متفجرات واو واو بالقانون اذا بده يبيعها ما بيحقل له يبيعها الا بموجب مزاد علني هو هون شو عم يجرب يعمل عم يجرب يزغطه مقاضي العجلة بقرار يغطي ليش بيع البضاعة ل اللي هي شركة المتفجرات اللي شعر شو اسمها يا اخي ما محطوطة بمتن القرار ما انا اول ما قريته لابلش يسربه هيدا القرار اللي بيعطينا طبع عرار لحظوا شوي هيدا القرار مش لا يطلب ليش ليش مديرية الجمارك بده تطلب من قادة العجلة وهو مش عامل حجز على البضاعة اعادة تصدير طلب اعادة تصدير حتى مش الزام مثلا الشركة الوكالة البحرية باعادة تصدير لا لا الطلب وهو نرجع بنعيدها شو يعني عم بيقوله الوكالة البحرية يعني هو بكل بساطة عم بيجربه يعيامل الفيلم التالي كيف قص والله عم برجع الوقت صار يقولنا كونتينر لارا ولا شي هاي بضاعة لناس بمتاحت ظروف معينة تم تفريغة على مرفق بيروت وهونا عم بيقولك اللافت انه قادل عجلي صار يقوله نخي مين اصحاب هاي البضاعة فينا المجنة واصل معهم نحكي معهم بعدان بموجب مرور الزمن بتصير هاي الوضائع متروكي لانه ما لأصحاب ما لأصحاب علما انه في نزاع قضاء عليها يعني هو محطوط عليها حجز من دائرة تنفيذ بيروت موجب نزاع قضاء عليها يعني هو بدلي ظاهر لو مهتم فعلا هو شفيق مرعي بانه ان يعيدوا تصدير هاي البضاعة ولا شي نزال على دائرة تنفيذ وطوب رفع الحجز الموجود عليها اللي بيش عند قادل عجلة بدائرة تنفيذ بيروت طيب رياض بعرف هاي تفاصيل تقنية بس المحاولين بس التفاصيل بس التفاصيل اللي بتهب الناس هي الأسماء فينا نحدد أسماء حسن قرأي تيم بدري ظاهر وشفيق مرعي وأمن مرفق بيروت شو عم يعملوا مخابرات بيروت على بور بيروت أمن مرفق بيروت اللي هن شو شغلة المخابرات اللي هن تابعين ل مخابرات بيروت للمخابرات شو عم يعملوا خلي فيه مهد فيه كومبلي عندك انت تحت بس طبعا احنا شفنا قبل كيف موتسيكليات بتختفي وبدل ما يعملوا تحقيق كيف اختفت موتسيكليات ممكن يتلفز فيها أعمال إرهابية بلبنان بدل ما يعملوا تحقيق شو كيف تنحل القصة مع الكاميرا شفناها خلاص لك طيب يلا انت تلاتة عشرين موتسيك نقصين نعطيك تلات كونتينيرات بعشرين مليون بتغضي النظر انت عم موضوع تلاتة عشرين موتسيك نقصين هيك مرقلي تمرقلك دكانة دكانة واخر شي بيستغربوا انه لابد يكون فيه كنبلة مزروعة بقلب مرفق بيروت ما هو يعني لما عراية هيدا لدي الفيم لما يكونوا أصحابك أشرف كخة وعلي علوك عاوزوا ايه يطلع طيار يعني انت لما تكون بالجمرك لما انت يعني انتوا هادي القيادات السياسية يعني انتوا لما جيتوا لما شفيق مرعي كشفنا انه هو بموضوع فضيحة أدوية السرطان المزورة وكان معين بالإنابة انتوا عينتوا بالأصالة لما تجيبوا هاي النوعية من العالم وتسلموها هاي المراكز شو متوقعين يعملو لكم مكوك وتروحوا على المريخ وتسبقوا الإمارات هلا مثلا شو بدوا تصير يعني شو بدوا تصير بدوا نعملو لكم خمبلة وبدأت انفشر باللبنانيين بالآخر وهلا بيطلع كل واحد بيطلع بيخبرنا I was in the toilet بيطلع 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 شو خاصه بدي شو المرفق رياض فيه كم كبير من الأسئلة اللي عم توردني لأنك انت صرت اختصاصي جمارك فقال انه فيه حمولي تفرغت باسم مصطفى بغدادي عندك علم فيها اه لا يعني انا بحكي بالوقائع وانه تعهد بإعادة تصديره وما وفي بوعده شو قصة هاي دي شو هي بس انا بقدر اقل لك شغلة وحدة من معرفته بشو هو العنبر 12 انا اشك انه الموجود فيها كان بس نترات الأمونيا الله اعلم شو كان موجود فيها مثلا شو ممكن كان يكون موجود فيها مثلا شفنا المفرقعات طيب ما هاي المفرقعات اغلبها لمصادرة مصادرة تهريب يعني ما هي ليس صادرت ونحطت لحالة ونشلت من كونتينر لأنه فيت تهريب انت بتعرفون هول مفرقعات عفكرة اللي بكون موجودين شو هنية تعرفون لما قد بصير يعملوا احتفالات بجونيو مش انه عالم تفهم بشو مفرقعات يعني هاي دا عرفته جبل النار لا لا هيدوري المفرقعات قظيفة اذا بتجي فيك بتفجر المحل كلياته هون ربطا على الناس عابيقولوا تيق ان تي اه فيه تيق ان تي لأن العالم مش مفرقعات مش ألعاب هاي دا مش هاي دا حصيرة الفرقع والديوكي هاي دا نزلتها بيوت النمل هاي دا قظيفة بتقصفها بتضربها بالهواء بتضويلها في بيروت كلها سواء بتقوم لي مضيئة كأنه مش مسحة وعفكرة اصلا هيدا ملف بحد ذاته موضوع المفرقعات النارية ملف بحد ذاته بيحول كتير من التفاصيل ومن الصفقات ومن المحسوبيات ومن الفساد المفرقعات النارية وهل هل دخل مفرقعات نارية بالفترة الماضية بموجة بأذونات خاصة وقامتا هيدا ناوي تفتحه هالباب انا مش قصي هلا واحد لا لأنه بده شغل صراحة يعني انا ما بحب اشتغل شي واطلع خبر سوالف بس هلا بما انه استجد هيدا الموضوع وفي موضوع المفرقعات عامل اساسي بالتفجير اللي صار فيعني بيسوى نخبر العالم ونقولهم بانه موضوع المفرقعات النارية او هل في شخصيات على صلة بشخصيات نافذة سياسيا تدخلت لادخال مفرقعات نارية بموجة بأذونات خاصة ترى شواني الأذونات خاصة ايش 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 هذه صلاحية ما اريها الجملت بس اذونات خاصة يعني ببعها بتفوت مقابل بتفوت هو قال بحجة ظروف بيكون مسلا بنا عنا شي مضطرين عليه وكذا بفوتوها الا شروط معينة ايضوابط معينة بس انو رياض ابيسي نحنا بانتظار انه يكون في حلقات مقبلة من خلال برنينجة يسقط حكم الفاسد نحنا بانتظار كمال بيطلع بدري ظهر بكل صفاقة بيطلع بقول لنا العالم أنا ماني بالإقامة الجبري طب بلني أنت مينك أنت لا تحدد إذا حتكون من ضمن اللي بالإقامة الجبري ولا لا هلأ أنا عم حقق مين أنت لا تحقق ما قالفه لجني لاتحقق وإنت منك عضو باللجني شو قال أنا جاي بالضبطة العدلية حوالي هلأ وعم نحقق بالموضوع هلأ عم تحكيني باللسارين بعد ما انفجر جضت الضبطة العدلية تحقق بالموضوع شكرا لألك رياض ابيسة بالطبع رح بيكون إلك اطلالات مقبرة ضمن يسقط حكم الفاسد مفروض نحن كنا عمشة غير ملفات هلا صار عندك شو تغير المسار بدك تكوّع وتغير المسار تعدله شكرا رياض